من الحاجات اللي كل بيت واسرة مهتم بيها في الوقت الحالي وبشكل يومي وبيحاول ان هو يدور على مصادر معلومات ويعرف كل معلومة صحيحة عنها هو الجذاء الصحي زي احمي نفسي لانه يمكن يعني اساس الجسم والصحة السليمة لاي حد هو ان هو ياخد باله من اكله وشربه ومن نظامه الجذائي هنتعرف اكتر على النظام الجذائي السليم للاطفال وللكبار وهل بيختلف من كل شخص الاخر ده اللي هنعرفه طبعا مع ضيفي الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية صباح الخير يا دكتور صباح النور منورنا طبعا في هذا الصباح الاطلالة الجديدة وبالشكل الجديد والنهاردة يمكن اول انتلقى لبرنامج هذا الصباح بيعني الشكل الجديد دي حاجة بتشوقفت انا طبعا يا ربنا خليك يا فاندم طيب في البداية لكل الاهالي ولكل الامهات تحديدا اللي بيتبعنا دلوقتي معاودة المدارس مرة تانية كله بيسأل وحتى في الجروبس الخاصة بالامهات ايه اللي مفروض انا اعمله لابنين التغذية السليمة الاكل السليم اللانش باكس بتاعه اللي انا مفروض احضره كل يوم الصبح علشان خاطر اغذيه وحافظ على منعته تمام هو طبعا هو فيه كذا حاجة الاطفال ممكن بيتعرضوا لها في فترة الدراسة حاجة منها طبعا الامراض المعادية كلها يعني همش بنتكلم بقى على الكورونا يعني اي امواض معادية ممكن بتيجي بسبب التجمعات بتاعة الاولاد الحاجة التانية ان اوقات الاطفال بتعرضوا كمان لموضوع السمنة زيادة الوزن ان هما في فترات المدارس بيأكلوا كتير جدا اكل من الكانتينو والكلام ده كله فدي برضو مشكلة تانية ممكن تواجه الاهالي مع اطفالهم انا بنصح نبتدي منين يعني البداية بمنين عايزين كل ام النهاردة تاخد اطفالها وتعمل لهم تحليل صورة دم صورة دم وتحليل بوص بس مش عايزين اكتر من كده منعملهم صورة دم عشان نشوف في زكاة الاطفال عندها انامية لقصة حديد نقص فيتامينات معينة كوات الدم البدع عندهم كويسة الصفاحة الدموية كويسة عندهم صورة تصيب عالية ولا قليلة فكده احنا عرفنا الطفل الاول يعني هو فعلا سريم ولا محتاجنا غزيه لحاجات معينة طبعا لو عنده انامية احنا احاول حالة يعني الحاجة التانية نعمله تحليل بوص عشان ما يكونش عنده اي نوع من انوع التفاليات او الديدان او الكلام ده كله ليه ولغيه من الاطفال عشان ما يعدهمش دي اكتر حاجة ممكن تحصل طب هل برضو قبل ما عمله انا التحليل هل بيبقى في اي معالم اي حاجة بتكون ظهرة على جسده ظهرة على وشه وعلى شكله بتبين ان هو عنده انامية او اي مشاكل طبعا الطفل اللي عنده انامية هتلاقي اولا في عنده نوع من انوع الكسل بيتحرك بصعوبة شوية مش ناشيط يعني هتلاقيه بينهج كتير ممكن يشتكي انه عنده ضربات قلب بس الاطفال ما يفهموهاش بس تلاقيه بينهج مع اي مجهود بيعمله هتلاقيه في شحوب جامد تحت العينين التركيز بتاعه فيه الدراسة هتلاقيه برضو ضعيف الطفل بينام كتير ما عنده حالة من الخمول كل دي اعواض ممكن تبقى اعواض انمية او ضعف عام فلو عملناه تحليز ده اتاكدنا نبتدي نزبط له التغذية السليمة بتاعته لتنفعه دي حاجة مهمة جدا الناس يعملوها مع اطفالهم طيب الحاجة التانية استنادي بالذات مش عايزين الامهات يلجأوا الكنتين بتاع مدازة انا عايف ان فيه مداز كتير هايزعلوا مني عشان موضوع الكنتين ده اعتقد في الوقت الحالي بقى كله ياخد باله بقى الامهات هي اللي بتعمل الاكل في البيت فاحنا عايزين نقول لهم برضو يعملوا ايه يعني ايه الاكل السليم الصحي اللي يزود من مناعة الاطفال وبالاقص في الفترة دي تمام هو فيه جزء لازم يأكله قبل ما ينزله ده ما ينفعش ان الطفل ينزل بدون اكل مبدئيا هلازم ازبط له الميتابوليزم بتاعته معدلات الحق في الجسم جهاز المناعة بتاعه كل ده قبل ما ينزل مش هنستنى لغاية ميوح المدسة الصبحية احنا عايزين ناخد كباية لبن دافي متدوب فيها اما معلقة عسل نحل او معلقة عسل اسود اللي هو العسل اسود العادي العسل اسود طبعا غني بالحديد العسل نحل بيحسن المناعة ولو قدرنا طبعا يشرب الاثنين بس عملها صعبة لكن واحدة من الاثنين ندوبها له وبعد كده ياخد حاجة سريعة الصبحية بضاية مسدوقة بضاية معمولة عشان ياخد جزء من البروتين ومعها لازم شوية خيار وخاص حاجات دي يأكلوها قبل ما ينزلوا ليه بقى علشان خاطر البروتين دخل جسمه مراجز المناعة بتاعنا بيتكون من ايه مره بروتين وفايتاميز وحاجات زي كده البروتين دخل جسمه الخاص والخيار اللي كان لهم ده خد له جزء من المناعة خد طاقة من العسل اللي متدوب فيه اللبن خد حديد لو هو بنتكلم في عسل اسود اللبن نفسه خد الكالسيوم بتاعه وخد جزء من السواين اللي هو محتاجها الصبحية هياخد الكلام ده ونحضره بقى معاه اللانش بوكس بتاعه هو الطفل لازم يأكل على مراتين في المدرسة مش مرة واحدة وانا عايف غالبا بيبقى فيه اتنين بريك فكل بريك لازم يأكل جزء من اللانش بوكس الحاجات اللي بتحسن المناعة اول حاجة عندنا الفاكهة الفاكهة عشان الفيتامينات كلها وخصوصا فيتامين جيم وده اللي هيحمين احنا بغض الناز برضو عن موضوع الكون عشان احنا داخلنا على موسم برد ففي البقى ده بتنتشر دايما الفروانزا نازات البرد كلام ده كله فاحنا لازم نحسله فيتامين جيم الاطفال ما بيحبوش حاجات معنا يعني مثلا ما يحبش يشرب اللموناتة مثلا او اللمون يعني فاحنا بنديره الفاكهة هي فيها الكلام ده كله ونقطعها له لان الطفل برضو بيكسل ان يمسك الفاكهة كده ويقعد يأكلها فيه فاكهة مهمة بتنفرق اكتر البرطوان الجوافر بيكسل يأكل اصلا بيكسل يأكل اصلا لا بسعايزين طبعا في المدرس نفسها كمان يهتموا بالقصة دي انهم يركزوا مع الاولاد انهم ما يكلوا الاكل بتاعه مش اللي يأكل يأكل وما يكلش يرجع بالاكل بتاعه البيت لان هي دي التغذية السليمة وها دي هتخلي الطفل يركز في المدرسة عارفك اللي خد عسل باللبن الصبحية ده هيروح في المدرسة مش هينام في الفصل هيركز مع المدرسة بتاعته هي بتشرح هيبقى التركيز بتاع النشاب بتاعه في المدرسة هيبقى اكتر كتير طيب احنا قلنا جزء الفاكهة اللي متقطع مرجودة فيها هنعمله سندورتشين واحد فيه بروتين حيواني واحد فيه بروتين نباتي البروتين الحيواني اللي هو بيد صدور فراخ ممكن لنشن اللي هو الترك اللي هو الديكورومي بلاش اللنشنات العادية عشان ما بنحبهاش والسندورتشي التاني فيه فول فاصولية بيضة لبيا اي حاجة من الحاجات دي مضروبة ومعمولة في السندورتشي التاني والاتنين برضو يتحط فيهم الخص والخيار اللي هي مسألة الخضرة يعني يلاكز اكتر حاجة في الخضروات والفاكه للأطفال عشان نقاول مناع بالضبط كانت وازاست المياه لازم يكون موجودة معهم اذا مياه مقفولة او يعني حاجة معينة بيدوها لهم فيها مياه نقية عشان يشربوا الوقت يشربوا مياه كتير ما يلجئوش انهم يشربوا مثلا من الحال بالنسبة بقى الكبار الناس الكبيرة في السن ازاي يحافظوا على صحتهم والنظام الجزائي يعني عارفة انه النظام الجزائي بيكتلف من شخص لشخص آخر ولكن عايزين أساسيات أساسيات لتقوية ايضا المناعة تمام هو جهاز المناعة بيتقوى بالنسبة للكبار بكذا حاجة جزء التغذية والرياضة والنوم السليم الثلاثة نبتدي بالأسهل وبعاكية خلي التغذية عشان دي يمكن الكلام فيها أكتر النوم السليم يعني الناس كلها لازم تنام من ستة لثمان ساعات بالليل مش بالنهار الرياضة لازم أي حد يمارس في رياضة ولو المشي يعني مشي نص ساعة تلات تربعة ساعة في اليوم اللي بيقدر يمارس في رياضة أحسن من كده مهم لأن تنشيط الدورة الدموية هو ده اللي بيحاصل الجهاز المناعة طبعاً هواصل دم وتغذية لمراطق جسم مختلفة إزاي عشان هواسن جاهز المناعة لازم يكون فيه نشاط في الدورة الدموية حاجة بقى التالتة اللي هي طبعاً التغذية السليمة بنقول أن الهرم الغذائي في التغذية هو أهم حاجة يعني مفيش حاجة يسمعها حد يكتر من عنص وغذائي على حساب عنص وغذائي تاني كان دايماً نقول أن لازم يكون فيه نشويات في الوجبات بتاعتنا يعني 40% من الصعرات جاية من النشويات فيه عندنا 30% جاية من الخضرات والفاكهة والبقليات وفيه 25% جاية من البروتينات لحمة فاخ سمك بيد وفيه كمان 5% دهون مضافة بنفضل دايماً استخدام بعض الزيوت النباتية زيت الزتون زيت عباد الشمس زيت بزوكتان حاجات دي كلها لأن الزيوت النباتية إضافتها في الوجبات بتساعد على امتصاص مجموعة من الفيتامينات ألف ودال وهيه وكيف وألف ودال وهيه التلاتة بيدخلوا فيه تقوية جهاز المناعة فيه ناس بيشيلوا خالص الدهون من الأكلهم بيشيلوا الزيوت بيشيلوا كل حاجة فاكوين إنه ده حاجة صحية أكتر طبعاً عايزة زيال حرك يعني سؤال فيما يتعلق بهذا الأمر والزيوت فيه ناس بتفضل إن هي تطبخ بزيت الزتون بس في نفس الوقت بنسمع إنه زيت الزتون مع تعرضه للحرارة الشديدة ده مؤذي للجسد بس يعني لسه بنشوف ناس بتطبخ بزيت الزتون فهل ده صحي ولا لا؟ طيب هو زيوت عموماً كلها بزيت الزت طبعاً كما زيوت النباتية سواء زيت الزتون أو زيت عبال الشمس يعني عايزين حتى نصحح للناس فكرة كده معينة عندهم كل زيوت ما ينفعش إنها تغلي اللي بسموها بتقلي وما نعمل بطاطس إزاي؟ لا ما تتعملش كده خالص البطاطس تتقطع وتترش رشت زيت وتدخل الفرن وتطلع وكده تتاكل بطاطس محمدها يعني ده لكن تحمير الزيت الزيت أول ما يغلي ومن أول مرة يعني فيه أقاويل تقول ما يتغليش كذا مرة لا هو من أول مرة أصبح مادة مساطرة لأن مواد المؤكسدة فيها بقت عالية جداً أصبح مادة مساطرة فيها فحكاية إن الزيت يغلي دي مش موجودة خالص لكن نطبخ بالزيت اللي هي زي ما بيسموه يشوحوا الأكل بالزيت لا ما فيش مشكلة حتى لو زيت الزتون خد شوية حاطة ما فيش مشكلة كل الزيت المهم إنها ما تغليش وعنقول برضو معلومة للناس ما هتغلي يعني هتسخن أكيد ما فيه حاجات بتاخد وقت هتسخن لا بس ما نخلاش لضائجة إنها تغلي يعني تعمل الطعم اللي إحنا عايزينه فيه ناس بتعمل كل حاجة سخن سخن وبعكيه يضيفوا شوية الزيت في الأخوة عشان الطعم فدي الطعم بتبقى صحي جداً وبعكيه عشان نسهل على الناس فكرة إن الزيت الزتون بنقول لهم كل الزيوت النباتية مفيدة للصحة زيت زتون زيت أعباد شمس زيت ضر زيت بزر كتان ما فيش حاجة اسمها واحد أحسن من الثاني سعاطهم الحياة واحدة كلهم دهون غير مشبعة بتخفض لي الكوليسترول الضار اللي موجود في الجسم اللي هو بيسموه LDL لأن كل دول فيهم HDL فأي زيت يا جماعة اللي يعجبه طعم زيت معين يستعمله ومش لازم كل زيوت طبعاً زيبعت في حكاية الطعم طوق الطهي مهمة جداً على فكرة ده ممنوع على أي حاجة اللي يتحمل وأحسن طوق السلق وإن الأكل يتعامل في الفرن أنا ضد الألي وضد الشاوي مش أنا شخصياً يعني عشان مشاكلهم الألي قلنا المواد المؤكسيدة اللي بتزيده بتسميها مواد مصارتنة والشاوي وخصوص الشاوي على الفحم ده برضو بيطلع الكربون اللي بيجيه أو الأكسيد الكربون اللي بيجي على البروتينات دي برضو مواد مصارتنة وأقل حاجة إنها بتعمل مشاكل في المعدة فلا نشوي ولا إيه ولا نحمر نسلق أو نعمل الأكل في الفرط ده موضوع مهم جدا طيب بقيت مكونات الغزاء هل الناس لازم تاكل لحمة كل يوم ما ده برضو كلام مش مظبوط لأن كتر أكل اللحمة ليه أعواض جانبية وله أضوار جانبية اللحمة ولا البروتين بشكل عام لا اللحمة بالذات في لحمة بفراغ اللحمة والقشريات اللي هي الجنباري صبيت كابوريا ما يتاكلوش كل يوم ومش محتاجينهم غير يوم في الأسبوع أصلا يوم واحد في الأسبوع اللحمة الحمض يوم واحد في الأسبوع البديل البروتين أحنا عندها بداية كتير الفراخ أقل من اللحمة شوية الأرانب أقل من الفراخ السمك أقل من كمان الأرانب يعني ما ننزل بالبروتينات الأقل ده على فكرة الأقل ده يبقى صحيا أكتر لأن الدهون فيه أقل ومشاكله الصحية أقل ينزلنا السمك السمك الطبيعي ده مش القشريات يعني مش الجنباي هو ده أصح حاجة في البروتين ممكن يأكلوا بيت بسفور آه بالضبط ممكن يأكلوا بيت كمان على فكرة يعني يعني بعيدوا خالص عن الحاجات دي كلها ويعوضوا بالبيت لكن طبعا لو ابتدينا نركز على أكل الأسماك أكتر كمزة لبروتين مش هلاقي عنده عنده كوليسترول يعلى هتلاقي الناس تركزها بقى أحسن جدا الجهاز المناعة هيتحسن أكتر إلا في بعض الحالات بقى اللي عندهم أنيميا شديدة جدا نقص في الحديد فظيعة جدا بنتطور ندهم بقى كبدة لحمة عسل سود عمي فكرة العدس فيه نسبة حديد عالية فدول بيقالهم تغذية خاصة بيهم طبعا كل مرض ليه التغذية الخاصة بيهم على فكرة الناس مواد السلطان واللي بتعالجوا من السلطان دول ما بندهمش اللحمة الحمى دي خالص إلا برضه لو جالهم أنيميا حدة لأن اللحمة كطرها بتبقى برضه مواد مساطنة للجسم كطرها تعمل أمراض كتيرة نقرس يعني مفهوم إنه فكرة أننا كل يوم أكل لحمة وأكل فراخ ده مش يعني صحياً غير صحي بالمر والناس اللي هوب ما شفناهم بقهم نباتيين حتى بس بعد ما يوصلوا للسن النضج الكامل يعني بعد السن 21 سنة لو حد حاب يحول أنه يبقى نباتي ده موضوع طبيعي خالص ومش يحصل له أي مشاكل بس ياخد منتجات ألبان وياخد بيد من وقت للتاني ويبعد خالص عن اللحمة والفراخ وحتى سمك أي حاجة من أنواع البروتينات هتلاقي حياته الصحية هيلة اللي هم الناس النباتيين النباتيين بس ميش اللي هم نباتي كامل يعني النباتي كامل ده ده مصحة لأن في أحمد أمينية موجودة في البروتين الحيواني مش موجودة في البروتين النباتي ودي برضو منحتاجها دائما في تجديد الخلايا بتاعت جسمنا فبنقوله خد منتجات ألبان جبنا جبنا قريش الحاجات اللي هي طالعة من اللبن نفسه الزبادي ده كل ده فيه بروتين بلس أنه هناخد بيد ممكن في ناس اللي هي حابة طبعا أن هي تفقد وزن بنشوفها في بعض الأحيان بعض الناس يعني بشربوا مياه سخنة على أساس أن هي هتحرق الدهون فهل هذه العادة فعلا تمام بتحرق الدهون ولا لا عدنا سنين طويلة نسمع على حكاية تشرب مياه سخنة عشان تدوب الدهون وبعاكاية قالك طبعا تحرقها بقى عشان تحرقها واتسيحها مياه سخنة انت عفا انت عشان تلاقي حت الدهن كده وتسيحيها بمياه سخنة لكن دائجت الحالي سيكون عدت المياه بكتير فطبعا لما أنا أشرب مياه سخنة عشان تدوب الدهون هكون تدوبت الجهاز الهضمي بتاعي قبل ما تدوب الدهون تاني حاجة بيقولك المياه السعى أصلا اللي هي المياه العادية دائجت حريطة يقل من دائجت حريطة جسمنا فكلما بنشرب مياه أكتر بنخفض دائجت حريطة جسمنا واحنا ما ينفعش تنخفض يجب تفضل سبعة وثلاثين فبنعمل ايه؟ بنحرق من الدهون اللي في الجسم عشان خاطر نصبت دائجة حريطنا فطبعا المياه العادية هي اللي بتخسس مش المياه السخنة طبعا في بلاد كتير بتشرب المياه الدفية دي بس مش عشان تسيح الدهون ولا حاجة لا دي ممكن تعمل عملية إشباع ممكن تعمل تنظيم للجهاز الهضمي لكن مش بغاد انها تخس بالمياه السخنة فما فيش فزي عادة خطاءة تماما بعرفية الدهون دي موجودة جوة الجسم مش موجودة من أول المريء لحد الأماء مش موجودة يعني المياه السخنة هتعدى عليها إزاي تسيح كل جسمك تسيح جسمنا الأول طبعا أنا بشكرك على وجودك معنا وعلى النصايح وطبعا نتمنى ان الناس تحافظ على نفسها تحافظ على صحيتها على قد ما نقدر الرياضة الرياضة والصحة النفسية كمان مهمة جدا يا دكتور عشان قدر نحفظ على الصحة الجسدية دكتور بها ناجي استشاريقة تغذية العلاجية منورنا وشكرا لحضرتك أنا بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة أول إطلالة لبرنامج هذا الصباح بالشكل والديكور الجديد يا رب يعني زي ما إن شاء الله الإطلالة والانطلاقة الجديدة لإكستر نيوز عجبت حضرتكم بإذن الله المحتوى الخاص بقناة إكستر نيوز كالعادة بإذن الله يليق بالمواطن المصري ونكون دايما عند حسن ظن حضرتكم أنا بشكركم على الحسن المتابعة وإن شاء الله التغطية الإخبارية المتميزة جدا على شاشة إكستر نيوز دايما مستمرة ترجمة نانسي قنقر